كنت اعطيه مبلغ بسيط و اصالة نصري و اخته اماني كنت اعطيهن خمسين ليرا كل واحد هذا كل واحد كان عندك كمان تجارب قبل لتلحين و تأليف الاعلانات السورية المشهورة عندي الحان ايه اعلانات اللي ببالك اللي كانت اتعملها شو هذا الله يرحمه مصطفى نصري بس كله الحاني كنت اعطيه مبلغ بسيط و اصالة نصري و اخته اماني يلا بجعلهن الخير للكل الله يرحم ابوهن اه كنت اعطيهن اغنوا معي كتير كانوا صغار يغنوا معي خمسين ليرا كل واحد والله يرحمهن صفى نصري مية وز 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 هتعرفونا من بنا هذي البيوت العامرة ترونني مسافرة من دوحة لدوحة تاك تاك الحان كتير الحبي فو الحبي بتخلي امحي ابي باكله بطعمي ولادي بأيام العسر الصعمة عيني عيني عليك يا حبي عيني عيني عليك اثم نعم بعدين بوسي خطيبك جاي وبكرة رح نفرح بس 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 نياو هلأ راء الجو الجو كلها الحان دعايات كانت طلبة بالمدارس كله يغنيها لا هلأ حافظينه لا هلأ متذكرون لهذا الجيل القديمة انا بلشت الحين دعايات من الستة وسبعين سبعة وسبعين لغاية السبعة وثمانين الشركات كلها اللي كنت لحلل مو بس لسوريا للاردن وليليمن في شركات عمل ما يعمل لها الحان دعايات هون ودفلون ياه هنه يصورون اليوم الاعلان السوري بعيد طول البعد عم بعيد كتير كتير عم يعملون باسلوب غربي هم اعرفت شلون شوكولاتться أطيب من البطاطة يعني ما في ما في جملة لعنية نعوهenn هتبوت بدماغن لو يظل الواحد نذكر شو ه لمادة اللي انت عمل لها اللحن انا ما اخذ حق اي إعلاميا هون كما يجد هل لاني انا مو ابن كبري يعني ما غنيت بكبري اه اوه غنيت اعمل شو بى ارقى محل في طريق الهرام ارقى محل في في مصر يعني ما يفوتوا للسفرة وشغلات المهمين جدا جدا. اه فترة لكن انا اشتغلنا فترة هاي الطاولة على حسابي وهي عندي وهي كذا وارجع على البيت ساعة خمسة سبعة. بعدين ما عاش بالتنين شغل يعني. اللي بيغنوا بالملاهي اي هدول صاروا مشهوري عميار ضاعوا لك ها. وبعدين صاروا مدعومين بالإزاعة والتلفزيون. بيشوف مخرج بيشوف كذا بيعزموا بكذا بينزلوا اغني. متل مين. ما حعزتوا الاسماء. ليه? عندك مش كلمة على الاسماء ما تقول. لا ما انا كل الناس على عيني وعلى رأسي ما بحب. بتقول اليوم مزمار الحي لا يطرب. لا مو ما بيطرب. الا انا يعني الله يرحم وعدنا بوزة وتلحيني نشيد الدورة العربية الخامسة بالستة وسبعين. اه الدورة الرياضة دي سادت. كان فيه سبعة عشر ملحن. وكبار ملحنين العالم العربي. هذا قبل. هذا اسماء اي اي اي. من اكتر من ثلاثين سنة تقريبا. اكتر اي اي اي. فقال يقولون ان زامر الحي لا يطرب. ولكنه اطربنا وفازة بنشيد الدورة العربية الخامسة. الفنان نعيم حمدي. وطلعت من الشيطة الاخبار. ودورة التانية كمان الدورة العسكرية اغني خمس لغات. نقول ان نقصر. كما جدا تابع. وطلعت جدا تقريبا تبعك تwordsغ behaviors لنمل. في من سيه removes blaBaby. وليكنك ت później يونك تر tuition انا تعالي. نقول ان نقصر رائبي رائبي بسرنا بتبعك تريبا تبعك تقيب على McMahonي ق herd finns тем كونتري واهلا وسهلا يا مرحبا اهلا بالزوار والشام المنارة بتحب الزوار وعا خسرة ظنارة وظنارة خبار والشام المنارة يعني حطيت الانجليز دي وبعد النص صامت زوار عمك الزمين التي يخدمون تسالون لما زوار ان فرانسي ان فرانسي بالفرانسي نعم والله نسينا